اهلا بكم معنا لسه مع حضراتكم في برنامج التاسع اظن مصطلح التحول الرقمي اصبح مصطلح مفهوم لنا جميعا طيب وفي نفس الوقت اصبحنا برضو كلنا الحقيقة عارفين اني في حاجة اسمها منصة مصر الرقمية بس هنعمل فيها ايه او بالادق هنعمل بها ايه انا وحضرتك احنا المواطنين العاديين جدا 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 خلوني اولا ارحب بضفنا العزيز داخل الستوديو المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي ازاي صحفا منورنا ومشرفنا بقدر ما انه مصطلح التحول الرقمي بقى من المصطلحات الرائجة وبشدة في مصر خلال 4,5,6,7 سنين فاتوا بقدر ما كل شوية بنشعر انه طموحاتنا او سقف طموحنا في التحول الرقمي بيزيد حتى يصبح العالم كله بين ايدينا عن طريق الجهاز ده السؤال الاستهلالي وهل هذا ممكن في مصر؟ ممكن طبعا زي؟ عشان اوصل للخدمات كلها الرقمية لازم الجهات كلها اللي بتقدم الخدمة تكون مما يكلم ولازم يبقى عندي منصة بتكلم المنظومات المختلفة عشان تقدم الخدمة مباشرة للجمهور ولازم تبقى بياناتي سليمة اللي انا بشتغل عليها حلو بعد كده هو في نقطة تانية احنا لازم برضو نتعامل مع الفجوات المهارية من ناحية الكمبيوتر لازم يبقى عندي منافس متعددة يعني ممكن ان انا خش على المحمول او ممكن اخش على البوابة لكن ممكن ان انا اتكلم في التليفون واخد الخدمة او ممكن انا اروح مكتب البريد واخد الخدمة حلو فبالتالي يبقى لازم تقدم المنافس عشان يبقى فيه احتوائية والناس كلها تبقى معاك في الخدمات لازم يبقى فيه ربط بين الجهات وبعضها وبالتالي لما اطلب شهادة من جهة ما اضطرش ان انا اتعامل بالورق والتحول الرقمي مع ان انا بلغي الورق بفكر من غير الورق ودي طبعا دا الثقافة اللي احنا بنشتعل على تغييرك فيبقى بالتالي انا بجيب المعلومة من الجهة التانية وبقدمها في الخدمة دي يعني مسأل حدق بسال صوار جدا عايز تعمل توكيل عشان حد يدور عربيتك او ان هو يبيعها او انت تبيعها فانت محتاج شهادة بيانات من المرور ومحتاج تشوف المخالفات عشان ما يدرش تطلع شهادة بيانات بكده وبعد كده عايز يبقى انت عايز ترتبط التوثيق اللي هو الوزارة العدل مع المرور مع نيابة عشان المرور فالتالاتة يكونوا مربوطين ببعض وبالتالي استدعي الرخصة بتاعتك بكل المعلومات اللي فيها لو عليها مخالفات او لك تقدر تسدد وبعد كده انزلها في التوكيل زي ما انت عايز تعمله لأي شخص في نفس الوقت لازم اروح الاحوال عشان اجيب رقمك القومي واتأكد انه ان ده الاسم صح وان البطاقة سريع واتأكد من الطرف التاني فادي اربع جهات بس على النقطة دي وبعد كده عايز تدفع فلازم تفصل بالمنظومة البنكية عشان تدفع تمام وبالتالي هي الخدمة بتقدم لك بالشكل سهل انا عايز اعمل التوكيل بياناتك نزلت مفيش حد محتاج انه ده اقلاء انا جبتها من جهة مالكة البيان صح تروح هناك نتأكد من الادراك والاهلية نتفضل حضرتك قدي التوكيل هو ده اللي احنا عايزين نوصله هو عمليا مفيش حاجة بتبقى مرقمنة نسبة 100% يعني انا النهاردة علشان اعمل توكيل من يوسف للمهندس خالد انا هقدر اعمل شوية حاجات على المنصة بس انا لازم هروح استلم التوكيل من المكتب هي الاستلام التوكيل من المكتب لسبب واحد بس لان انا لازم اتأكد من حاجتين ان انت عملت التوكيل ده بدون اي ضغط او ضبر صح عشان كده انا بقول هو عمليا في الدنيا ما بيش حاجة مرقمنة 100% بس اقول لحاجة حاجة انت مثلا لقصة القيادة بتوصلك على البيت بتعطي التوكيل بتوصلك على البيت ورقم القوم يمكن يجع على البيت ورقم القوم يوصل على البيت ففيه خدمات كتيرة ما بتستدقيش لكن انا مثلا لو عايز افحص العربية لازم اروح الى مكان الفحص صح فبالتالي في بعض الخدمات بتحتاج ان انت تروح بس انا عايزك وانت واحناك يبقى كل حاجة هتمت واتأكد من القلم العربية اتأكد من الاهلية عشان انت خلص الخدمة على طريق يعني مثلا عملية بيع العربية وشراقها هنا في طرفين هروح استلم التوكيل وخلاص كده تمام غير كده هلا قدر اعمل كل حاجة من على التليفون مفروض بيانات شاهدة البيانات كل ده موجود النهاردة بالفعل يعني كل ده تقدر تطلع شاهدة بيانات تقدر تدفع مخالفاتك تقدر ان انت تجدد الرخصة كل ده موجود خلاص تقدر بالنسبة لمنظومة التموين منظومة التموين العقاري كنت لسه تتكلم من رئيسة السندوق صحيح فاحنا بتقدم على البوابة وان شاء الله كمان هيبقى فيها الدفع على البوابة وهكذا احنا احنا مش عايزين المواطن ينزل من بيته خلاص دي دي الفكرة والتحاول الرقمي مش بس ما يكنت خدمات يعني برضو لازم نبقى شايفين جانب اخر من التحاول الرقم البيانات اللي طالع دي كنز حقيقي طبعا لان انا بيها بعرف اذا كنت ماشي صح ولا لا مش بس ماشي صح في الخدمات انا ماشي صح في السياساتي ماشي صح في قراراتي وبالتالي هي بتدي تبقى هي البصلة لصنع القرار وعشان يغير في السياسة يعني ممكن نقدم سياسة والسياسة دي ما تبقىش يبقى عليها مشاكل وبالتالي نقدر نغير في السياسة احنا كل الحكاية عايزين نوصل لان الدولة كلها تدور بالبيانات يعني ايه؟ يعني اخد قراراتي بالبيانات اشوف تأثير قراراتي على الناس بالبيانات صح صح؟ فالبيانات هي المحرك الرئيسي او هي العنصر الرئيسي اللي احنا بندور عليه عشان خطر يبقى فيه حوكمة وترشيد انفاق وكمان مؤسسات فعيلة وكفئة كل ده اللي احنا بندور عليه هل بيتعمل عملية تقييم بشكل دوري للخدمات المقدمة على المنصة ومن ثم اشوف اذا كانت دي محتاجة تطوير او دي مش هستخدمها دلوقتي لانه فيها شيء ما او انه الناس محتاجة المزيد من الخدمات او انه الطرق بتاعتها تتعدل تصبح اكثر سهولة اكثر يسر تبقى زي ما بتقل كده يوزر فرندلي والله حصلت كتير يعني احنا على مدار السنتين اللي فاتوا وغيرنا في شكل الخدمات وغيرنا في شكل بوابة كلها كان ناس عندها عتراضات وكان احنا بنجيب البيانات دي ازاي بنجيب نبض الشارع ازاي برضو دي حتة مهمة احنا عندنا صفحة للمنصة الناس بتخش تكتب فيها حلو عندنا فريق كامير بيتعامل مع فيسبوك وتويتر وكل المنظومات الممثلة عشان شوف تأثير دي على الناس حلو جدا عندنا منظومة شكاوي بنستقبل عليها شكاوي احنا لغاية دلوقتي السنة دي مستلمين نص مليون مكالمة عليها منها ناس بتطلب خدمات منها ناس بتستبصر ومنها ناس بتشكي كل ده بيخلينا يبقى فاهمين الناس عايزة ايه اكتر وبنغير بنغير في شكل الخدمة بنغير في طريق تقديم الخدمة بنغير في اسلوب التقني لتقديم الخدمة فده كله احنا شغالين عليه وبدليل على كده ان احنا غيرنا شكل بابا ثلاث مرات لغاية دلوقتي طب ليه لان احنا بنسمع الناس ونشوف ايه المشكلة طب هو ما بيدوس وزاق طبعا احنا بنحلل اللي بتسميها الماوس كليكس يعني انت بتدوس على ايه عشان نعرف ايه الحتة اللي انت الناس بتتعثر فيها وبنغير ولسه هنغير حلو جدا طيب اول حاجة هتيجي على زهن بعضنا انه هنقول طيب بياناتي اللي انا بحطها دي هل البيانات آمنة؟ هل من الممكن حد يشوفها؟ حد يدخل عليها؟ حد يستخدمها؟ بص بياناتك الشخصية هي مؤمنة بالقانون واحنا بنستخدمها ايه الفكرة كلها ان انا ما خلي الكمبيوتر يكلم الكمبيوتر لو حداك بصيت على المنصة انت بتستخدمش ورق خلاص مفيش تعامل بشري يعني مفيش لدرجة ان في واحد كان عنده شكه من الوقت بالاوقات نزل على المكتب التوسيق اللي مكتوب عليه مصر رقمي يعني خلاص لكن انا ما عنديش مكان الفكرة في تحول رقمي ان انا نلغي فكرة المكان ونلغي فكرة الزمن وهذا كله فانا بالعكس احنا بنستقبل التليفونات بنشوف المشكلة ايه لكن في نفس الوقت بيانات حضرتك موجودة على الكمبيوتر بتاع الدخلية في المرور وبتاع العدلة انا مفيش مواطن بيتطلع عليهم مفيش حد بيتطلع عليهم عشان يمشي الخليل محاطب سرية كاملة كاملة وبعدين التأمين بتاعنا مصر من دول متقدمة على فكرة في الامن السبراني يعني مصر برضو من دواعي السرور ان فريق عمل مصري مؤهل هو اللي بيقود الامن السبراني في المنصة وفي المنظومات الحكومية بصفة عامة خلاص فحضرتك لو تبص على عدد الاختراقات اللي حصلت بالنسبة لدول تانية احنا لا تعد على العصاب على قد الواحد فبالتالي انا بتكلم يعني بقول للناس واطمنهم لا هي الكمبيوتر بتكلم كمبيوتر بجيب المعلومة بحطها في المستند بتاعك بسجلها في قاعدة البيانات المواطن طبعا الموظف اللي هو بيشوف الطلب بيشوف البيانات حضرتك على الطلب ده لكن بيشوش بقية البيانات ولا يمكن يبقى ليه بقية البيانات ولا هيقدر يعمل استهلام على بقية البيانات تمام زيت منظومة الامن السبراني فمش حد يقدر يختلق وياخد الحاجات المدفوعات احنا عملينها كما يعني زي ما الكتاب بيقول في النظام المصرفي يعني حضرتك المدفوعة على مصر الرقمية بي سي آي كومبلاينت عليش انا اممكن بقولها بالانجليزي بس ده النظام العالمي المتبع عشان احمي المدفوعات ولم تحدث حالة واحدة من السرقة الالكترونية على المنصر يعني دي من الحاجات اللي احنا موجودة الفكرة برضو البيانات هقول لحضرتك حاجة هي بتساعدنا كمان في مكافحة الفساد لان انا بعرف حاجات كتير عودة اعرف المكتب اشتغل الساعة كام وعمل كم عاملة وده بالنسبة للمتوسط قد ايه ومين المكاتب اللي اعلم المتوسط ولا اقل من المتوسط ومين الوقت اللي بياخد نصف ساعة ولي بياخد ساعة فده كله يعني بنعمل عدد عديد من من سميها التحليلات تحميل بيانات بالزبط عشان اوري المدير بتاع المكان الدنيا ماشي عنده ازاي خلاص وبنتناقش في الاصلاح يعني احنا غيرنا كتير قوي في التوثيق يعني خدمة التوثيق خنت من سنتين لو حضرتك تشوفها والنهاردة لأ وفكرنا كمان في حتة المراكز المتميزة اللي فتحناها في المولات فتحنا خمسة ستة وبعدين فكرنا ان احنا نفتح فيه مع الزملاء في وزارة العدل نفتح فيه شركات المحمول عشان تشتغل في الفترة المسائية من خمسة لتسعة عشان برضو الموظفين يعني ما فيه توثيق في فروع شركات المحمول من بعد الساعة خمسة؟ من خمسة لتسعة بس دي اللي هيقوم بها لازم طبعا الموظف بتعوزات العدل مكتب التوثيق مشارة عطار وهم مرحبين بخدمة الناس وهيبدأوا امتى؟ وبدأوا فيه ثلاث مكاتب تفتح منهم اللي هو في سليمان جوهر ما كنش اسم الشركة بس سليمان جوهر سليمان جوهر الدقي اه وفيه واحد في مصر الجديدة وفيه واحد في اكتوبر واحد في ستة اكتوبر ولسه لسه ده هيتفتح حوالي ستين مكتب زي كده حاجة حلو قوي قوي يعني ولع وان شاء الله في الفكرة بتاعة المراكز المتميزة دي وليها بتشتغل فترات مسائية هتعمم على خدمات كتير احنا جربناها واثبتت نجاح باهر يعني يعني الحمد لله كل الناس اللي راحت يعني مثلا عندي في التوثيق ودي اماكن عامة يعني عندي في صودك عندنا في سيتي ستارز عندنا في مول العرب عندنا في تيفلي في اسكندرية وبندور وبنشتغل دي مكاتب توثيق دي مكاتب توثيق واربع اعلانات يعني انا فاهم بس انت ما بس احنا عايزين نقول المواطن والله مش ده الغرض يعني انا بقول خدمة حكومية انا معايك بالصحيح والله بس اش الناس تبقى فاهم انا وفي نفس الوقت احنا ايه يعني لسه ان شاء الله بنتكلم ع السجل التجاري بنتكلم على خدمات تانية انها برضه تخش الاماكن اللي ازاي السجل التجاري اه ومعد احنا شوية هنلاقي مكاتب الضرائب بقت موجودة في كل عد والله مش مستمع ده الفكرة ان احنا يعني التغيير المجتمعي بيتم بالتجربة واحنا بنجرب ونصلح ونتبقى احسن وحاجات بنجهدها لانها ما اثبتتش نجاح واكذا طب ده كلام كويس جدا طب هنا برضه هيخليني هاعد افكر معاتك بصوط عالي هل احنا لدينا في الوزارة مخطط زمني انه انا المرحلة دي او المرحلة الاولى انا عايزة تبقى من مثلا سنة كزة لسنة كزة عشان بعد كده هنتقل لمرحلة تانية متعلقة بالنوع ده من القدمات تبقى من سنة كزة لكزة وما الى ذلك انا عندي ده جوه الوزارة طبعا عندي قوة الدولة مش قوة الوزارة قوة الدولة كلها قوة الدولة طبعا لان انا عندي مثلا ان شاء الله السنة جاية في عدد كبير من خدمات نازل خلاص مركزين في خدمات العدالة مركزين في خدمات التربية والتعليم مركزين في خدمات الاستثمار خلاص احنا عندنا دلوقتي حوالي 168 خدمة خلاص ونطمع ان احنا نوصل لأرقام كويسة في سنة 23 وده ده يعني زي ما تقول ده كده خط لكن في خط تاني بقى ان احنا نعمل تطبيقات محمول بتعتمد على يعني احداث الحياة وبتعلي تحاول لحضرتك لما جيلك مولودي يبقى خدمات المولود كلها لما حضرتك تبتدي شغل تاخد خدمات الشغل دوت انت بالنسبة لك كمواطن مايفرقش عندك مين اللي بيقدم الخدمة صح؟ يمكن من الحاجات الكويسة اللي حصلت احنا بنتعاون مع مؤسسات دولية ويمكن احب بلغ الجمهور ان احنا لسه طلعين يعني فيه مؤشر مهم جدا في البنك الدولي اسمه جاهزية الحكومة الرقمية خلاص مصر كانت هما اربعة تصنيفات A و B و C و D مصر كانت في C السنة اللي فاتت نطينا لل B والسنة دي نطينا لل A احنا ومعايا حتى وموجودة فحضرتك ايه احنا في اول 69 دولة في المنظومة دي معنى كده ان احنا بدأنا في اللعب مع الكبار احنا كده بنلعب مع الاتحاد الاوروبي وبنلعب مع امريكا الشمالية يعني يعني انك اوري الحدك الصورة بعد الحلقة مصر منورة كده في افريقيا احنا تلت دول في افريقيا اللي في الايه احنا ومين احنا وكينيا ورواندا حلو جدا رواندا بدئين من بادي رسلوهم كمان قوي بس حدك رواندا ما عندهمش المية واربعة مليون طبعا صح؟ معنى دولهمش خدمات يعني ادي الحدك مثال من فهو المؤشر دوت بيئيس اربع حاجات بيئيس مستوى الميكانة بيئيس مستوى الخدمات بيئيس مستوى الافراد اللي بيشتغلوا وبيئيس المستوى الممكنات بصفة عمال البنية التشريعية واحد كذا فاحنا بنتعامل بهذا الشمولية في التفكير بس ارجع تاني للخدمات احنا عايزين نقدم خدمات تعتمد على مناحي الحال تعتمد على احداث الحال كنت عايز سألوه يعني ايه خدمات مثلا للمولود الجديد يعني عايز حضرتك تطلعه شهادة ميلاد عايز تعمله تطعيم وعايز تجيب له دعم لبن وعايز تضيفه على بطاقة التموين وعايز تحطه في التأمين الصحي صح؟ كلام جميل قوي خلاص انا كل ده هعمله على التليفون وانا عاد في بيتنا بالزبط هو ده يعني فيه خط كده ماشي على منصة مصر قمي بنضيف خدمات وبنعمل بقى ما يسمى بيسموها السوبر أبس أو التطبيق وده بقى بنيدي واحد مثلا للمرأة المعيلة طب هي فقدت العائل عايز تعمل مجلس الحاسبي وعايز تعمل مع محكمة الأسرة وعايز تعمل في الطائطها وعايز تتعامل في كل ده عايز تغيره فازاي يديها الخدمات دي بصورة مؤسرة طب انا بعرف منين من مشروع الأملاق اللي عملناه في البنية المعلوماتية عشان جمعنا قواعد البيانات ونقحناها وحطناها جنب بعض فبقيت اديتني صورة وزائد الربط الباني اللي مع الجهات فانا عارف لما بيحصل مولود جديد أو متوفي أو حد غير شغله أو حد بدأ شغل كل ده أقدر أجيبه بالربط الباني والبيانات اللي عندي فأقدر أقدم خدمة وده هيمكن هنشوف إن شاء الله بإذن الله 23 أول حزمة من هذه التطبيقات 23 الرابع الأول الثاني الثالث الرابع بص احنا مش مستعجلين لسبب لإن إحنا برضو مش مسألة مش مستعجلين عشان إحنا بنبني منظومة تكنولوجية جديدة فيها ربط بيني وبنتكلم بقى على زي ما قلت الحزاكة إحنا بطيرنا نلعب مع الكبار فلازم بياناتنا بالزبط فلازم بياناتنا تبقى محوكمة يعني إيه؟ يعني لازم كل جهات الدولة بتتكلم بنفس اللغة لما تتكلم على البيانات هادي الحزاك مثال لما نكلم على عنوان كلنا بنكلم على نفس العنوان لما نكلم على شخص كلنا بنكلم على نفس الشخص بالرقم القول نكلم على الشركة نكلم على نفس الشركة خلاص؟ لما بكلم على محافظة كلنا عندنا نفس كود المحافظة لو عندنا وظيفة يبقى نفس الوظيفة وهكذا فعندنا جزء حوكمة كبيرة أوي يشغالين عليه حوكمة البيانات وعندنا جزء كبير أوي عشان خطر تبادل البيانات ده يتم بصورة ثالثة وبسيطة وكل جهة تفهم بيانات الجهة الأخرى فيبقى ننزهي لعملية احنا بنجمع الخدمات حضرتك ال 168 خدمة زائد الخدمات اللي هنطلعها ب23 عايزين نصيغها بشكل تاني خلاص واحد النهاردة انا بابتدي شغل عايزة طلع كابل عمل وعايزة عامل تأميناتي وعايزة اجيب موقفي من التجنيد وعايزة عامل فيه شو تشبيل طب انا هلف لفة طب ايه راجب ان انا عايزة حطهم لك كلهم في تطبيق واحد ومش هلف ومش هتلف ده الامل ده الامل هايجول البيت بالتعاون مع البريد المصري هو ده اللي بيحصل النهاردة بس بيحصل على احنا لسه الخدمات اللي بتقدم مرتبطة بالجهات دلوقتي ده عايزين نلغي الفكرة دي عايزين يبقى الخدمة مرتبطة بحدث حصل لك في حياتك بدأت الشوكة فتحت شركة او عايز تفتح شركة خلاص؟ غدي بقى حدوتة هقولها لحضرتك ولكن بعد الفاصل تفتح شركة هقولكوا بقى لا بعد الفاصل مش دلوقتي خليكم معانا بعد الفاصل نكمل كلامنا مع المهندس خلد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي كلام حلو قوي كملوا معانا موسيقى طيب اهلا وسهلا بحضرتك وكل الترحيب بضفنا العزيز المهندس خلد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي وانت خالد وراني شوية ارقام بس الاول هسأل من 2018 2019 انا واحد صاحبي محمد هامي فتحنا شركة في كندا واحنا قاعدين هنا يعني زي ما احنا قاعدين عند فاهمي يا هنعمل كذا خدنا القرارات حطينا تصوراتنا يلا بينا تاني يوم الصبح كنا بدئين نفتح الشركة في كندا وفتحنا وجلنا الورق بتاع الشركة الحد عندنا عن طريق الميل وميت فل واربعتاشر ولو حابين ان احنا نبعث لكم اوراق اصلية مختومة عن طريق البريد هنبعثها لكم حاجات زي كده احنا هنعمل كده في مصر ان شاء الله احنا احنا شغالين دلوقتي على الشركات بالاختار والشركات اللي هي خلاص ودي لجنة تشكلت وكان فيه اجتماع لسه النهاردة عندنا في الوزارة عشان نزيل العقبات احنا بنتكلم برضو عشان نبقى فاهمين بقى فيه حتة حجز اداري فيه معاينة فيه حاجات دي موجودة في القوانين فاحنا بنلم ده عشان نشيله اللجنة دي فيها كل الوزارات المعنية وهنوصل ان شاء الله اللحظات بطول انا النهاردة بأسس برضو عندنا على بوابة اهية استثمار بتقدر تأسس بتلاتيان ولكن الشغل اللي في المطبخ لسه ورقي وده اللي احنا عايزين نشتعل عليه عشان تقدر تنشئ ملف تأميني وتنشئ ملف ضريبي وتاخد الترخيص بتاعتك وتبتدي تشتغل وما بقاش في فكرة المكان اللي انت يعني ان الخوانين بتاعتنا بتلزم بمكان اللجنة دي بقى لنا تقريبا 6 شهور فيها حددنا كل المعاوقات التشريعية وكل المعاوقات التشغيلية لان برضو شغلنا كان زمان بيعتمد على ايه ان فيه مأمورية هنا فيه مصلحة هنا وها كذا فاحنا برضو بنغير في دي ونعمل الشكل الاداري اللي خلينا نشتغل على الشركات الافتراضية والشركات بالاختاء كويس جدا طيب سعني هروح بقى لحقائق وارقام حضرتك الحقيقة مشكورا تفضلت علي ووريتني الخريطة بتاعت مصر احنا كنا فين ووصلنا الفين وبقينا ازاي من ضمن التمانية وستين دولة اللي على مستوى العالم كنا شكلنا فين في افريقيا واصبحنا فين حقائق وارقام انا اقدر اقول ايه في حقائق وارقام دي احنا عندنا مية تمانية وستين خدمة عندنا ستة واثنين من عشرة مليون مواطن بيشتغلوا على البوابة ستة واثنين من عشرة مليون دول محتاجين زيادة هي طبعا احنا السنة دي اضافتين مليون يعني احنا تقريبا هبينمشي بمعدلة بس انا ببص الهاشرة على عدد الناس بس باشتغل ببص على التعملات اللي على البوابة التعملات السنة اللي فاتت كانت بحوالي اربعة مليون جنيه في الشهر 43 مليون جنيه في السنة السنة دي احنا في شهر 11 اهو وعدنا تمانين مليون هندخلين على الضعف فطالما ان في تنامي سنة دي اتنين وهناقفل سنة باتنين ورابعة تقريبا زيادة عن السنة اللي فات يعني زيادة فمعناها ان انا بيجيلي كل شهر تقريبا ربع مليون اقل شوية اكتر شوية وده مكمل يعني احنا ما قلناش عن المستوى ده يمكن جينا بس شهر خمسة لما كان رمضان والعيد كان قليل شوية لكن الباقي كله مئتين وخمسين الف في الشهر بينضاموا للبواء انا بضيف خدمات جديدة ان شاء الله خدمات الكهرباء فيه ست خدمات نازلين خدمات تانية للتأمينات. ايه في الكهرباء؟ رابطة حاب ندفع الفواتير اونلاين لو عاوزين يعني ححطها لك بس انا حطت كمان ان انت تشوف كل عدداتك على اساس ان انت مش بس بتدفع فاتورة انت شايف العداد وشايف الفاتورة وشايف ولو انت عايز تغير لتها تفازق كل القصيد بتاعة الكهرباء ايه. كل ده يلاقيها ان شاء الله ده اللي حشغالين عليه دلوقتي فيه برضو خدمة بتاعة الشركات بتاعة استمراء واحد واثنين وستة عشان الموظفين دخول موظفة وخروج موظف. زائد طبعا الاقرار بتاع المرتب. عندنا خدمات تربية وتعليم ان شاء الله دخلة زي ما قلت لحضرتك. عندنا خدمات جديدة للسجال التجاري دخلة. فعندنا خدمات للتوثيق دخلة عشان نكمل الموضوع بنتعامل مع زملة وزارة العدل تعامل راقي جدا عشان نزود او نغير في شكل خدمة فبنعمل زي مركز حاجة مركزية كده عشان الاقرارات كلها تتبع من هناك. البريد يعني اقرار الزمة المالية ممكن يبقى ان شاء الله ده واحد من الخدمات هتمنى. اه ان شاء الله. ان خطي وحي اوي في اقرار الزمة المالية لا الاقرار موجود ان شاء الله هيخش على طول يمكن في يناير او فبراير الجاي نتمنى قبل كده بس الزحمة جامدة في الخدمات الدخلة دي تقريبا للخدمات. ان شاء الله السنة الجاي برضو هندخل الاستثمار. خلاص كل الخدمات تأسيس الشركات هتبقى على مصر الرقمية. اه وان شاء الله يبقى كده التعامل التأميني. الدرايب عندهم المنصة بتاعتهم. ان شاء الله الواحد بنتكامل معاها. يبقى كده بنحاول نقلل العبق على الشركات كمان. مش بس المواطنين. مواطنين وشركات. اه عندنا اه مسألة دي لحضرتك مثال. التموين السنة دي. اه على فكرة التموين سبعين في المائة من معاملاتها على مصر الرقمية. يعني تلاتين في المائة في مكاتب وسبعين في المائة. وسبعين في المائة على مصر الرقمية. على مصر الرقمية. انا عامل السنة دي لغاية النهاردة حوالي مليون ومئتين معاملة. على بس تموين. تموين بس. فطبعا ان انا يعني على اهل ال اهلنا كلنا ان هي توصلهم لغاية البيت في اي قرية في اي مكان. اللي عايز يضم حد اللي عايز يفصل حد اللي اتنين اتجوزوا. عايزين يعملوا بطاقة جديدة. كل ده بقى بقى موجود يعني. تماما. هل احنا في مصر عندنا اقبال على الخدمات الرقمية ولا لا? ولا لسه ثقافتنا برضو احنا المواطنين بقى ثقافة الورقة. بس هو احنا الانتشار بتاعها احنا لسه لم نصل الى ما نصبه الي. يعني انا التموين اولا الخدمة ببلاش. خلاص. نيجي نمسك التأمينات. الخدمة ببلاش عشان لو لقيتوا اشياء على فيسبوك بكرة ان الخدمة بفلوس. لا. بتعرف انهم كدبين. مبدئيا يعني. الخدمة ببلاش. 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 وعارفك لا مصر رقمية ما بتفردش اي رسوم زيادة على اي خدمة. يعني هي رسوم الجهة هي اللي احنا بنحصلها. وبرابطين بالمنظومة البنكية. خلاص. عملناها مع شركة من الشركات المصرية والمحلية. رابطنا منظومة البنوك. وهي كمان اللي بتسوي مع كل جهة. وهي اللي بتسوي مع وزراءة المالية. في حسابات الجهاز المالية. فالقصة كل احنا ده الواحده ببلاش. نيجي نبص على التأمينات والمعشات. يعني حزب التأمينات والمعشات. انا لغاية السنة دي. السنة دي عامل تلاتة وتمانية من عشرة مليون معامل. خلاص. انت دلوقتي الملف التأميني بتاع حداك تقدر تشوفوا كله. والتاكسي والمعاش والمودة بتاعتك كل ده موجود. خلاص. فالغاية دلوقتي انا عامل تلاتة وتمانية من عشرة من اول السنة. يعني دلوقتي. وانا لسه ما طلعتش معايش. اقدر ادخل. واشوف الملف التأميني بتاعك. بدخل الرقم القومي بتاع ولا بدخل الرقم التأميني. دخل الرقم القومي. فبيطلع لك الرقم التأميني. الله. تاخد الرقم التأميني تشوف المودة. حلوة. قوي. خلاص. عشان كده على الخدمة عليها اقبال رهيب يعني. بقول لك تحضرك ثلاثة وتمانية من عشرة لغاية دلوقتي. بالنسبة للمسلا التوصيق عملنا حوالي نصف مليون معاملة. خلاص. بس احنا مششغالين في كل المكاتب. بنشتغل مع الزمانة في العدل عشان ننشر الحتة دي في كل المكاتب. بتتكلم مسلا السجل التجاري حوالي نصف مليون معاملة. المركبات نصف مليون معاملة. الاحوال المدنية حوالي مية وخمسين الف. احنا زي ما قلت الحضرتك. السنة دي تمانين مليون في شهر 11. وتلاتة واربعين السنة اللي فاتت. تبدي الحضرتك كده شوية ارقام. اه دي الارقام الاساسية. اللي حضرتها اشارها معنا. ده 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 فحد ذلك الارقام دي مبشرة يعني بتقول ان احنا ماشيين في خط من الاقبال ده واحد. واتنين في موثوقية في مصر رقمي يعني الناس اصبحت في عندها معدل ثقة بيتزايد. ما هو الرقم بتاع المستخدم او عدد المستخدمين لما بيزيد ده معناه ان انا واثق في هذه المنصة. انا جربت مرة. فمستعد اجرب التانية والتالتة. ومستعد ان انا اشجع الناس تانية اصدقاء اقارب الاخ الاخ. ان هم كمان يستخدموا المنصة. احنا بنقيس النجاح بعدد المستخدمين اللي بيخش اكتر من مرة واعمل اكتر من خد. اه لانه جرب مرة فهيجرب تاني. ده معناه انه مبسوط بالنوع ده. بالزبط. فلا العدد الاتنين مليون اللي دخلوا السنة دي عملوا اقدل لتلاتة وستة ومعشرة ودخلوا السنة فاتت. طيب. مرتين يعني. يعني الاتنين مليون زائد التلاتة وستة ومعشرة عاملين مرتين الخدمات اللي اتقدمت السنة الفاتة. فعدد الخدمات وعدد المعاملات. فانا عندي زيادة في عدد الخدمات اللي هي المعدد المعاملات على الخدمات بزود الخدمات يعني برضو ومسلا احنا لمزلنا خدنة تمويل العقاري في شهر واحد خمسة عشرين الف معاملة فانت بتتكلم على لما يكون في احتياج ودي اللي تعلمناه لما يكون في خدمة عليها احتياج هي اللي بتجيب الناس بتجيب الناس فاحنا من ونرجع بقى لحطة المشاركة يعني انا عايز اقول لحضرتك ده يمكن اكتر حاجة عادي نركز عليها الفاترة الجالية مشاركة المواطن معنا في الخدمات احنا بنشتغل مع واحد من 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 المعونات ان احنا هنعمل زي ما قلت الحقيقة احنا هنبص على الشخص المرأة الوحيدة الموظف اللي لسه داخل جديد وهكزا هنطلب من الشركات انها تحلل هذه الشخصية وتحلل طلباتها من داخل الحكومة وخارج الحكومة عشان لما نعمل التطبيق هنطرح ده كعلى البوابة دي عشان اللي عنده اللي ينطبق عليش الحاجة دي قول لا انا عايز خدمة كزا لا انا محتاج كزا وبالتالي يبقى في مشاركة مجتمعية في الوظائف بتاعت الايه بتاعت التطبيق المحمول اللي هنعمل ودي الخطوة برضو هنعمل ان شاء الله في تلاتة واشتلين هل خاطرة جد كده اشار ده ورده على دماغي هل احنا على المنصة باستخدم الجريزم وتقنيات ذكاء اصطناعي وما الى ذلك بحيث انه انا بحلل ادائك على المنصة وعليه ورشح ليك استخدام خدمات معينة بسبب طريقة استخدامك والحاجات اللي انت بتطلبها ومش عارفة تقولك لأ تقدر دلوقتي تعمل كزا تقدر تنزل التطبيق الفلاني تقدر تعمل واحد اتنين ثلاثة. لسا يعني احنا احنا استخدمنا زكاء اصطناعي عشان نصلح بي قواعد البيانات. حلو. استخدمنا زكاء الصناعي يعني مسلا من الحاجات اللي استخدمها فيها الزكاء الصناعي ان احنا نبني شجرة ليلة استخدمنا زكاء الصناعي عشان نعرف حضاظك ساكن فين بالضبط. لان انت لما بصينا على قواعد البنات مفيش واحد عنده عنوان واحد. خلاص? عنوين. من ايام ما كان عايش مع اهله. لسه العنوان في البطاعة. ما نجاوز على مراته هيتقفش. عشان باستبقى فاهم. دي ما بنشتغلش عليها يعني بالعكس احنا جينا في المنصة مرضناش نطلع اسم الزوجة. لا. اه والله. ده علشان. عشان. حفاظت على البناء الاجتماعي. لا مش كده عشان ما يحسش الناس يعني يعني ان احنا بنحاول نتطفل في شيء او ان احنا نبرس شيء بالعكس احنا بينا له اولاده. وبيننا للستة اولادها يعني. فيمكن حدك اقلنا كده احنا كنا عملناها في منصة برسعيد. وكان لها تدعيات. فقلنا لأ احنا مش بندور. ما فيش داعي ان انا اخلق مشكلة من. لان ممكن تكون في بيان يعني دي حصلت معنا ان كان في بيان متأخر في جهة مجهات. وبالتالي اكت كان شخص كان حصل الطلاق. بس مش كانش ظاهر عندنا الطلاق ده. ماشي. فتسمى في مشكلة كبيرة ده. فتسمى في مشكلة. فعشان كده لما جينا على مص نصر قامعة من سنتين مش باية كده قلنا لأ يعني خدنا القرار ده مع بعض النقطة التانية الخدمات اللي بتقدم للناس زي ما قلت حضرتك هي لما يكون مطلوبة بتيجي يعني بتجيب الناس وبيخشوا بيشتغلوا ده كل مستوى يعني انا برضو بنقيس الرضا بتاع المواطنين بس نرجع تاني للذكاء الاصطناعي فانا جبت لانوان المحتمل جاي منين حضرتك عندك اولادك في مدرسة وموجود لهم عنوان صح وانت كاتب عنوانك في البطاقة بشكل وكاتبه في التأمينات بشكل وكاتبه في وظيفتك في العمل بشكل فجمعنا العنوان دي وابتدينا نعمل الالجوريثم كده ويتنج الالجوريثم عشان اشوف ممكن تكون زاكن فيه بحاول حل القدر الامكان حتى اصل ملاقين في التحليلات عشان انا بقى عارف احط هنا مدرسة احط هنا بستشفى احط هنا حاجة طول ما البيانات باعتمد على يعني سلوكنا في مصر وفي الحتة دي بيحتاج لمراجعة لبيانات السليم ده بيخلي الدولة عارفة مين اللي قاعد يعني احنا وانا بنشتغل في الحياة الكريمة عايزين نعرف مين اللي ساكن ومستفهم الاجتماعي ايه وماذا يحتاجون وماذا لا يحتاجون خلاص وإيه الوظيف اللي ممكن يشغلوها فالبيانات دي بالنسبة لنا هي اساس التخطيط صحيح فطبعا نلاقي حد موجود في تأمين صحي في بورسعيد وهو اساسا لسا عنوانه في ساحل سليم كده البيانات دي اقدر اطلع بيها شجرة عيلة وطلعنا شجرة عيلة فعلا طبعا لان احنا يعني ده استخدمناها يعني استخدمناها حتى على المنصة عشان اطلع لك الاسرة اه صح صح والوالد هيشوف هيشوف حضرتك يعني انت يعني انه هيبقى شايفين بعض ده انت على مستوى كل واحد هيشوف قسرته طبعا لكن انت التركيبة دي خلاص هتبين الشجرة طب انا اخر حاجة قبل ما اختم الموضوع ده من شأنه كمان انه يحسن من الظروف البيئية لان انا هقلل استخدامي للمواصلات ايا كانت خاصة او عامة هقلل الاستخدامات الورائية الى اخير وبالتالي انا كمان وانا بشتغل على ده فكأني متناغم مع مثلا مؤطمر شرم الشيخ اللي كان حصل عندنا قب 27 متناغم مع هذا النوع من الاتجاه العالمي طبعا احنا دايما بيسموه حتى التريبل باطم لاين يعني بدور على الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلاص طبعا احنا وفرنا وراء كتير وفرنا زيارات كتير كده ده ان انا عندي حتى ارقام مهولة يعني وحتى ممكن في مشروع الحصمة وده مشروع هم لاق برضو طبعا احنا لغادي بلقتي دخلنا عالكمبيوتر عملنا رقمنا لمية وتسعين مليون وراء خلاص يعني ده ده بالطبيعي كده في اي جهة حكومية بيتعمله كابي اربع لخمس مرات عادي مليار وراء بس طبعا والفكرة كلها ان احنا برضو التوازن بقي في انواع الديتا سنترز بيشتغل عليها انواع الاجهزة بيشتغل عليها عملنا في الحصمة فكرة الشاشة الصفرية عشان مايبقاش فيه امبعث حراري فلازم احنا نفكر في ده مع ده مع ده 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 شغل اللي احنا بنحاول لعمله انا كل تحياتي وتقديري وامتناني لهذا الجهد بصراحة وشدوا حيلكوا معانا حبتين زيادة لانه احنا لسه قاعدين عاملين بنحلم احنا حتى كبني قادمين بس عارفين انه حضراتكم قده وقدود شكورك جدا مش عرفتنا مش عرفتنا كل الشكر لمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي على ما يبدو يا جماعة على ما هنوصل لعشرين تلاتين هتبقى الحكاية سهلة جدا اللي هو عمليا انت مش هتحتاج تنزل من البيت الا للشديد القوي عشان تخلص ورقة ما خلصت الحلقة لحد كده كريم رمزي يبقى داخل حالا هو فيه هناك هو وراء البيت حالا بالا كريم رمزي وبرنامجو رقم عشرة احنا لو كنانا لعمرة هنقابلكم بكرة ان شاء الله وبرنامجكم قد الساعة سلامات